بناء على توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس لعلال الشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بتفعيل مركز المحرق النموذجي والاستفادة من الإمكانيات الكبيرة المتوفرة فيه لخدمة الشباب البحريني أطلقت وزارة شؤون الشباب والرياضة نسخة الأولى من القرية الشبابية كبادرة جديدة من الوزارة تواصل من خلالها تقديم المبادرات التي ترفع من مهارات وقدرات العنصر البشري البحريني باعتباره من المقومات الرئيسية التي تعتمد عليها رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ونوها سعدت السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة بتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة المستمرة التي تصب في تركيز الجهود والإمكانيات لخدمة الشباب البحريني في كافة المجالات مؤكدا أن الوزارة تحرص على ترجمة هذه التوجيهات من خلال برامج عملية متمثلة في إقامة برامج متنوعة يستفيد منها أوسع فئة من أبناء المملكة من مختلف المدن والقرى وأكد الوزير خلال زيارته إلى مركز المحرق النموذجي أنه بناء على توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد سيتم إقامة نماذج مماثلة من القرية الشبابية في جميع محافظات المملكة خلال الأعوام القادمة بعد الانتهاء من بناء المراكز النموذجية في جميع المحافظات على غرار ما تم في مركز المحرق النموذجي من جهته قال محمد جناحي مشرف القرية الشبابية بمركز المحرق النموذجي أن القرية تقدم بقات تعليمية ورياضية وترفيهية ضمن حزمة أنشطة مشتركة للفئتين العمريتين من 9 إلى 14 سنة ومن 15 إلى 24 سنة لافتني لأنه على الرغم من أن هذه هي النسخة الأولى من القرية الشبابية إلا أن حجم الإقبال فاقت توقعات حيث وصل عدد المشاركين من مختلف الأعمار إلى 330 مشاركا ومشاركا